حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين وكافة المنشآت الاقتصادية من التعامل مع أشخاص يدعون أنهم يعملون في الوزارة بوظيفة محصل أو أي ادعاء من هذا القبيل بهدف الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة وأكدت الوزارة أنه لا يوجد لديها موظفون موظفون يقومون بهذه المهمة كما أنها لا تقوم بتحصيل الأموال بتلك الطريقة وأن من يقوم بذلك يندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال ونشدت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي أشخاص يدعون عملهم لديها بوظيفة محصل وذلك لملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفي سياق آخر أكدت الوزارة أنها ستطلق مطلع الشهر المقبل نظام الأسعار الإلكتروني مشيرة إلى أن النظام يأتي لمواكبة التطور الإلكتروني حيث سيصبح المواطن قادرا على معرفة أسعار السلع الأساسية في المتاجر الكبرى والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وهو في منزله